السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عارف ان بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات وانت عارف السبب انا كنت في بطولة في القاهرة واسمها بطولة العين اكسبو تشيس فيستيفل او مهرجان اكسبو للشطرنج بالتعاون مع نادي العين والبطولة كانت متقسمة 3 ايام يومين رابط 9 جوالات ويوم بلتز 9 جوالات يوم كامل 9 جوالات بلتز 5 زي 3 كل واحد يكسب نقطة في الرابط بيتحسب ب2 في البلتز بتحسب بواحدة طلعت في مسابقة الرابط العاشر على تقريبا 180 لعب وطلعت في مسابقة البلتز السبعتاشر مش هخليك بقى تقعد تتفرج على الفيديو وفي الاخر تبقى تعرف في الاخر لا يا عم انا طلعت السبعتاشر والتسع جوالات بتوع البلتز انا لو قعدت دلوقتي اركز احتمال افتكرهم كلهم واحتمال لا انا جبت ستة ونص من تسعة خسرت مطشين مطش رقم خمسة مع عثمانوف 2370 ومطش رقم تسعة مع الناشئ ادهم حسام ربنا يحميه ويبارك فيه ولد جميل وموهوب وان شاء الله ربنا يكرمه ومتوقع له مستقبل رائع ان شاء الله ربنا يحميه لكن اللي عايز احكيهلك في هذا الفيديو هي قصة شطرنجية واخد بالسيادتك ربما تهم لاعب الشطرنج وخصوصا من يحتك منهم في المسابقات جاهز؟ لايك لذيذ في اي لحظة اشترك في القناة في اي لحظة ويلا بنا بعد اليوم الاول اللي انا رجعت سجلت فيه الفيديو بتاع مباراتي مع بطلة مصر تحت 18 سنة رحت اليوم التاني مسابقة الرابد وتقابلت مع مريم بطلة مصلح 18 سنة واعتقد كان معها ممضخة كمان وقالتلي شكرا على الفيديو وشكرا على التحليل وكان نفسي نحلل المباراة مع بعض على الرؤعة رحنا نبص على الموقف اللي لو انت مش فاكر هقولك عليه سريعا بيدأ مالك سي سيكس دي فور دي فايف فانتاسي فارييشن تعالى تعالى وبعدين اي فايف نايت اف ثري بربطه بيشب بفكرة انه عايز فيل في بيدأ تاكل حصان في بيدأ وارجع قطيتي ومعايا بدائين لازم تحمي وتمنع التاكتك بعدين قالت ان انا كنت محضرة سي ثري بس سنسيت والعدت تبييت ده في التحليل في اليوم الثاني سوا على الرؤعة وقلت هلعب عليها وانا بحلل بيشب دي سيكس وقالت هلعب كوين ها هنا وبعدين قالت طب لوانا قفزت بال اوكي قلت هلعب عليها كوين اي سافن وهسيب البيدأ وقالت طب لوانا قفزت بالحصان الان في الاول قلت لها نلعب نايت اتش سيكس والتي هي ليست سيئة لكن بعد شوية تحليل اكتشفت ان بعد التبييت ومع الحصان مع الفيل ممكن يكون في شوية طاوي انجين بيقول صفار بس محتاج تكون مذاكر الشكل كويس جدا جدا فرجعنا من هذه التحليلة وطب خلاص انا هلعب البشب هحمي البيدأ ومثلا لو بيتتي هلعب الحصان وبعدين قالت هتاكل البيدأ او حتى قبل التبييت قالت هتاكل البيدأ ممكن وانا قلت له هطلب هتمشي كده هطلع كده هتبيت وانا كمان هبيت واعدنا نتكلم شوية حتى اللي كسب بطولة البلد زمينة واقل ايضا من الناشئين الاقوياء جدا في مصر كان واقف بيبص معانا على الموقف وقال طب ايه رائعك في النقلة زي دي كمان شوية مثلا بعد كده النقلة دي بيقولك بنكسب حاجة فقال لي تقريبا نايل بي سيكس بتكسب حاجة او قال لي اه دي بتكسب حاجة بس ما كانت شايف الرخ الاخرى يعني قعدنا نتناقش في الشكل بس بصراحة انا فاكرا في تحليلاتي ومذاكرتي ان النقلة دي هتتلعبش تماما مش موجودة في اللاين اللي انا فاكره نقلت بيدق في بيدق بيدق في بيدق والرخ هنا دي مكنتش حضراني اثناء التحليل معاها ولو انت طلبت فيه نايت بيقيت جمدة جدا كان ايما لوزير بيتحبس اخيل او يمشي هنا في مسبلة التاريخ وتقفل عليه وحاجة كده بشعة يعني المهم احنا خلصنا لان الجولة بدأت تبدأ هنلعب جولة جديدة وما كملناش تحليل وانا لوحت بصراحة رجعت في البيت وافتكرت بقى مع التحليل ان فيه الريزورس ده او المصدر بتاع الازعاج ده الرخ مع الحصان في بيه 8 فجيت اليوم اللي بعده ادور عليها اكمل معاها التحليل دورت الجولة الاولى ملقتهاش الجولة التانية ملقتهاش التالت ملقتهاش الرابعة لقيت نفسي بلعب بسود وصدها وبقول لها بدور عليك من الصبح قالتلي انا كمان بدور عليك من الصبح وطبع كنت عايز عليك بس حاجة بتاقيتلي طب ما توريني على الرؤعة انا ادي مشكلة دلوقتي يعني دي مشكلة ممكن اي حد يقابلها دلوقتي الا وهي ان احنا لسه هلعبين انا ببدو هلعب بسود في البلدز بقى وهلعب ابيض وانا هلعب كاروكان وهنخش التفريع اللي احنا لسه محللنها سوا مبارح ولنا روحت شوفت اللقطة بس انا عارف يعني هذه النوعية من الاشخاص مجتهد جدا هي ممكن لو انا بس حللت النقلة بتاع ترخ في مالك تحت هي ممكن تكون حللت اكتر مني مئة مرة تفريعات اخرى كثيرة لان هي ناشئة في مصر ومهتمة بالشطرنج فمذاكرتها هتبقى احسن من مذاكرتي او هذا ما توقعت لنفسي ولذلك يبدأ الدراما هنا دلوقتي انا هلعب بسود فعملت فيها تال فاكر فيديو بتاع تال و بوبي فيشر لما كان مسك له البيدأ وامزقه اثنين بدل واحدة اه ده اللي حصل بالظبط طبعا نفس الرياكشن بتاع بوبي فيشر اه اللي هو اجلنا هما تقرفه ناش بقى فامل انا حسيته وهي فامل اللي هو بلعب ديه وبعدين ايه امتدافع اثنين قلت لا انا مش هاخرش في حاجة تكون مذاكرها ولسه التفريعات صحية وبتاع فاني هلعب سقل لي بعيدا عن هذه القصة يعني مهم جدا ان يكون عندك اكتر من سلاح ضد بيداء مالك واكتر من سلاح ضد بيداء وزير واكتر من سلاح ضد الانجليش يعني ما تبقاش انسان ماسك لاين واحد وهو ده اللي تعرفه وتتحيد عنه او حد عارف انت بتلعب ايه ويعام عليك تحضيره ممكن يوقعك في تاكتكس في ضغط الوقت ده بلدز فالدنيا ما تبقاش حلوه فلقبت سقل لي ولعبة كلوزد سيسيليان هبقى سيبلكو الفيديو بتاع بتاع فاشر في رابط كده تحت في التعليقات مش تعليقات في رابط في الوصف دي سيكس يعني تفرعت الناجدورف لعبة او مايعرف بال بالجراند بري اتاك وده كنت شارح ان ده ترشيحنا كامورة ضد السقلي وما بحبش ألعبه بالابيض بحس ان هو ما بيوصلش الى شيء دي سيكس هنا انا لعبت جي سيكس بعد التفكير شوية قلت انا مش عايز اطلع بالحصان هنا انا عايز العب السيتب بتاع اي سيكس جي سيكس نايت عشان احط كماشة على ال اف ثايف فلعبت جي سيكس لعبة نايت سي ثري لو انت عايز تضحك علي في الموه اردر ده عشان انا مطلعتش بالحصان ممكن تفتح النقف بدري دي معلومة مهمة جدا تعرفها ولو انا كانت انت مسموح لك تاكل بالوزيد جد ان فيش حصان وطالب الرخ وتقفل كده هتعرض نفسك لهذه الدربات اللي يمكن التعامل معها الشكل صفار لكن لو بلدز وشكل جديد عليك سهل جدا تعمل مصيبة ولهذا انا بحكي لك القصة دي دلوقتي التفريع دا دلوقتي في هذا الشكل بعد نايت تربطني مضطرة مشي كده وبعد بيدق في بيدق حسب الرخ بيشيب جي سيفن ممكن والوزير يبدأ يتحرك اسويت بيقول ان هو احسن يعني واضح ان الانجين عقل اسويت بس انت ممكن يكوني الشكل دا او مرة تتعرفه او مرة تشوفه تفريع اخر انه ممكن يكسر اولا بعدين يبقى يمشي على عشان مطلوب وانت تاكل كده السود برضو مش وحش لكن الفكر في انك ملعبتش الشكل دا قبل كده بس بصراحة انا احب العب سود هنا امتياز الفلين سفاح بصراحة واحد اثنين جيد جدا المهم هي لعبة بيشيب جي سيفن بيشيب سي فور بيشيب جراند بري اتاك وانا لعبت اي سيكس قفلت الواتر اي ثري اي دي ثري نايت سي سيكس تبييت نايت جي اي سافن خلاص انا عايز كماشة على هذا المربع ولعبة كوين اي وان بيستموف ناوية تروح تهجم علي فبدأت تشتبك سريعا سريعا لعبت الانجين بيقول بيت ولا يهمك طب ولما يعمل كده يا حج اضرب الوسط ولا يهمك طب ولما ترجع يا حج نايت اي فايف خد الفيلي الجامد ولا يهم وكده يعني كميت ولا يهمك في المنضوع بشع يعني من ستوك فش لكن انا اشتبكت مباشرة بنايت دي فور اكلت اكلت بكش عشان اسيب فيلي مفتوح مشيت تبييت وهنا ان كنت تلعب هذه الاشكال عليك ان تعلم ان الدفع البيدقية قوية بصوا يا شباب ترتيبة النقلات في هذه المباراة من الان فصاعد ان شاء الله تكون مزبوطة لكن لو في نقلة بدل نقلة الناس تسمحني والمطش ده غير مكتمل يعني في لقطة معينة انا مش فاكر التكملة كانت ازاي فاكر الموضوع اخلص على ايه بس التكملة بزبط كانت ازاي مش فاكر وده يخليني اقولك ان انا مجبتش مباريات البلدز لان معظمها ممكن افتكروا وممكن لا وهتلاقي فيل اخبطة كتير جدا نحننلعب في ثواني معدودة فمش من الحلو ان انا افضل اقول اصلا تحكت عليه في التايم ترابل اصلا تحكت عليه في التايم ترابل كده يعني ملوش لازمة وفعلا مفيش قصص واضحة في دماغي فاكر بها حاجة معينة عايزة اقولها كل انا بقوله لك ان القصة دي بالذات مميزة علشان قصة الافتتاح وان الموقف ده ممكن تقع جدا فيه المهم لحبت اي فايف بدلا من افايف افايف كانت الافضل واذا حاولت انتك كل دي دايما بتبع افضل اكلة في الشكل ولو اكل التاني خلاص انا وضعي هنا كويس جدا 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 حتى لو ضحت فرق ولا حاجة اللي بيجي هنا مش حاجة تقلق اطلاقا لذلك هي فضلت تدفع البيدق خلي بالك دفعة البيدق دي فيها جزء كبير من المنطق خصوصا لو انت مش عارف هتعمل ايه يعني مثلا يبدو ان بيدق في بيدق وتأتي بالحصان الاخر ضاغطا على هذا البيدق منطقي لكن ستكتشف ان فيه حاجات زي نايت ايفور ولعب على مربعات مزعجة ممكن يحصل فافضل نقلة في هذا الشكل ان تدفع دي فايف هذا يعني انك قد عزلت هذا الفيل بعيدا عن جناح الملك لاخر المباراة ولكن حرمت الابيض من نايت ايفور واشتريت لنفسك بيتا لهذا الحصان على الاف بيشب باكت بي ثري والان لعبت نقلة مش عجباني الانجين بيقول افضل نقلة هنا ان تأكل وده قرار جريء جدا بعد ما اكل ألعب وحاول احمل حصان هنا انا لابت ايتش فايف مباشرة انا لابت ايتش فايف مباشرة عشان انا عايز اسكن هذا الحصان هذا المربع حتى لو كانت عملت كده ذا اللي حصل في المطش انا كنت ناوي اروح على اي حال واسيب الفيل مقابل ان يبقى عندي حصان قوي وكمان او كنت هاكل بالبدأ وارزع الحصان او ازرع الحصان في هذا المربع الجامد في اللحظة المناسبة مستغلا ان هذا الفيل ما بيقدرش يعدي ويدايقني على جناح الملك اللي اني فوجئت في المباراة ان في سي ثري وان فيلي على وشكي ان يحبس وبدأت اقول عادي لعبة كبيرة فوجت عليها مرة تفوز علي مرة عادي بعدين اعطى افكر شوية كل ده حوالي مثلا نص دقيقة عشان اخد قرار هنا اوكي لحظة واحدة لحظة واحدة يا محمد الامور ان شاء الله كويسة نعم اي سيكس ودايما عندي حتى لو هسب لها بيدق دفعة بيدقية كده بيدق خير ان شاء الله يعني هسب لها بيدق واهرب بالفيل وخلاص مش قطعة ان شاء الله مش قطعة مشيت على الاي ثري ده بستموف وعشان اهرب بالفيل المحبوس الان هدفع البيدق بتمبو اه هو بيدق ببلاش تيكس 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 بس معاها بيدق كامل بس الحمد الله فيلي بيهرب الله بيد معاها تفوق معاها تفوق واحد واثنين من عشرة وينج ادفانتج وهنا كان عليها ان تفوز بنايت اي ثري الا انها اثرت ان تكمل الانتشار وبص على برات التقييم بيشب اي ثري الله 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 اعجل اعجل يا مجنوع في ايه؟ ليه النقلة دي بلاندر ليه؟ لأنني سأزيل المدافع ببي فاين دي النقلة الوحيدة اللي بتكسب الان اذا اكلت اكلت ويبقى الفيل دا متعلق والفيل دا متعلق طلبت وزيري أولا ولعبت كوينها هنا بنفس الأفكار ما فيش أي حاجة تقلق ما زلت عايز نفس التهديد الحصان يمشي قطعة روح الحصان ما يمشيش والقطعة تاكل آكل وبقى طالب قطعتين هاربت أكلت 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 تحركت تحركت طلبة طلقة حميت رخ رخ مش عايز أكسر ملك عايز أتضحي هنا لا ما تضحيش وأنا مش فاكر أكتر من كده هناك ترتيبة من النقلات عايز أقول لك أن ممكن أكون زي ما يكون كده جوازت مثلا وبعدين كسرنا رخاخ احنا لعبنا وطش طويل رأيت فيه مرة ورأيت فيه تاني يعني مطش طويل بقى من هنا لسه جدا مش فاكر ترتيبة نقلاته كويس لكن استطعت بفضل الله أن أفوز الشاهد والعبرة من هذه المباراة أن دايما نخلي عندك أسلحة مختلفة تستخدمها خصوصا في الرابد والبليدز وأن ما تعتمدش على تفريع واحدة أني ممكن تقع في نفس الموقف بتاعي ده لعبك مبارح نفس التفريع النهاردة مضطر لعبك نفس التفريع بس أنت مذاكره كويس جدا ممكن تكون مذاكره أكتر مني مئة مرة فأنا مضطر أغير كنوع من أنواع المفاجأة للخصم أو أن هو يلعب بفكرة جديدة ودماغ جديدة أتمنى أكونوا ببسطة أنا قلت لك في الأخير أنا عملت إيه ولا قلت لك في الأول أنا مش فاكر والله أنا من المبارح ما نمتش أصلا يعني لأن الحبس غيرين أنا طلعت في البليدز السبعتاشر وفي الترتيب بتاع الرابد العاشر مع بعض الحداشر وأول عشر بس اللي كان لهم جوائز فطلعت الحداشر وما كنتش جايزة ولله الحمد أتمنى أكونوا ببسطوا واستمتعتوا وهنكمل إن شاء الله صناعها للمحتوى ومتابعة للمسابقات ورمضان كريم عليكم ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته